السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ذي اليوم إن شاء الله ستكون فيها استفادة وإستفادة كذلك مانية للعديد من العائلات والألاف من العائلات المغربية منك يكونوا شيء أخبار رسمية حتى أنا كنفرح وخما سنستفده ولكن عارف أنه بزافية الناس محتاجة والحمد لله رسميا ستنطلق في الأيام القليلة القادمة الكارتة اللي اسمتها كارتة ريس بارميوس بيزا ستكون في أكثر من 380 أورو للعائلات سنقول لكم الشروط واليوم ليم بس صيفتاتهم يا إخوان البوستات سنتكلموا كذلك على المحكمة ديال روما اللي نتقاتي يا إخوان في واحد القادية مهمة كتعلق بالجنسية اللي كتتعطى على 18 سنة اللي زيد هنا في إيطاليا تخيلوا معايا فتاة ما كانتش عندها الإقامة وما كانش عند البرميسو دي الصجورنو وقالوا لها عندك الحق تفرجوا في هذه الفقرة لأنه سنتكلموا على الجنسية عموما وغانشوفوا الشروط ديالها من جهة أخرى غامشو نتكلموا إخوان على الزيارة الرسمية للوزير بوريطا إلى روما البارح كانت زيارة رسمية طلقا له نائب ديال جورجا ميلوني واللي هو في نفس الوقت وزير الخارجية طياني وتكلموا على عدة مسائل غدينتكلموا عليها وغادينشوفوا الرسالة والمناشدة للتعطاة البوريطا فيما يتعلق بالموضوع ديال بيرميسو 2020 جلطاليان رامشو عنده يا إخوان بعض الفاعلين الجمعويين غذي نذكر لكم التفاصيل وغانتكلموا على الوصية ديال بيرلوسكوني رطبيط حالي إخوان تم تأكيد دكشير قلنا البارح مئة مليون للرافقة ديالو الصغيرة والشابة وثلاثين مليون ديال الأورو يعني كثر من ثلاثين مليار مغربية شوفوا لمن خلاها وهنا نقاش كاتير وغانقول لكم علاش قاد يا إخوان فيها ما يتقال وسمعوا باش فهموا كذلك طاليا كيفاش كانت مسيرة غانتكلموا كذلك في الفقرة الأولى اللي سريعة فيها دقيقة على إرسال الفلوس إلى حساب بنكي في المغرب مجانا والفلوس كيوصلوا في الحين بشريطة أنه الواحدين بغاي صيفتي إخوان مايفوتش المسموح بيه قانونيا اللي هوية آلف أورو في الأسبوع كيف ما العادة كنبغي شكركم جزيرة شكر على الدعم دياكم للقناة والناس ما مشاركاش الشاركة باش بقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة اللي ستكون سريعة للغاية إخوان سنتكلموا على التطبيق طاب طاب ساند لأنه مؤخرا قلت لكم تقدروا ترسلوا الفلوس إلى الحساب البنكي دي لكم تجاري وفا بنك وبعض الناس قالوا يلقينا مشاكل سريعا راه سهل القضية كذبقى أحسن طريقة لو بغتي تسافت الفلوس دي لك تلسي حساب بنكي وكيتسافته في دقيقة ونفجوش يعني ماشي بحل البوني في كل عادي اللي غدي تدوس ثلاثة ايام اربع ايام عادي يوصلوا لا كيوصلوا في الحين وكيوصلوا بصرف اللي كيكون طالع مقارنة بالبنك وكتكون حل اللي هو يمزيان ناهيك على أنه بالمجان المهم كتحدد شحال بغي ترسل بطبيق تحلينا كان أول استعمال غتكليك على آيون كودي شاميكو غتدخل هاد الكود اللي هوي أخبار وغدي تزادك خمسة أورو مجانية من بعد غدي تفشي تدير أدجون جيون وفو دي ستيناتاريو في التطبيق إذا كالحساب البنكي ديالكن ترى غدي يكون الأمور سهلة غدر سمية والكنية غتكليك نومي ديالابانكا غتلقى عير تجاري وفا بونك غتسليتسيونيها وغدي تفشي يا إخوان تاخد الكود ماشي ليه بانك كامل لأنه ما غيقبلوش ولكن ابتداء من صفر صفر سبعة يعني ما تديرش ام اا اربعة وستين ابتداء من صفر صفر سبعة والأرقام اللي من وراه غيقبلهم يا إخوان غدي تكتبوهم هنايا وتعود تأكدوهم هنايا وتزيل قدام وغدي تخلص من بعد بلا كارت الفلوس كيوصلو في الحين ما كيتعطلوش بطريقة سريعة وآمنة فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلمو على البونوس ديال 382 أورو اللي نطالق وغاينطالق في الأيام القليلة القادمة بالنسبة لعائلات غدي نتكلمو على الكارتة ريسبارميو سبيزا أو الكارتة ديالسبيزا كيف ما اسمه هو بهذا الإخوان اللي غدي نطالق في هاد الأيام اللي خسكم تعرفوا هو أنه اليوم بالتحديد ليمبس سيفطات البوستة ديال إيطاليان يعني البوستة إيطالياني لائحة ديال المواطنين اللي غي يستفدو من هاد الإعانة سيفطتها اليوم ونهار عشرة في شهر سبعة يعني من هنا ربع أيام دائما ليمبس غدي تسيفط نوامر ديال هاد الأكارتات للبلديات الإيطالية باش تسلمهم للمواطنين اللي محتاجين لهاد الإعانة يعني انطلاقا من نهار عشرة ولا نهار 11 البلديات سيفطوا البراوات للمواطنين اللي عندهم الحق في هاد الإعانة رتبيت حال السؤال اللي كترحه بزداب ديال الناس واش خاصني ندفع واش خاصني نمشي شئ بلاسة واش نمشي للبلدية ما خاصك تديرتشي حاجة من غير أنه ولو وقيتها اللي توصلك البرا تبشيت تاخدك الكارت من البوستة ومن بعد قبل 15 شهر تسعود تخلص بها على الأقل شي حاجة حيث إذا أخذت إلى كارت وما استعملتها من هنا إلى 15 شهر تسعود غادي تلغى وغايعتابروا بحالة أنه أنت ما بغيتشهد المساعدة يعني خس كلاب إذا ما تخلص شي حاجة من هنا إلى المنتصف ديال شهر تسعود بطبيق الحال إذا استعملتها سريعا را غادي يبقى عندك الحق أنك تستعملها إلى غاية نهاية السنة هاد الكارتة غا تكون بحال هاي إخوان بحال بوستي باي هذيك الصفرة ما كانش فرق نهائيا قريبة كذلك من الكارت ديال الراديج ديت شتا دينانسا ولكن هذي ما غا تكون شركة ركابل يعني ما تقدرش تشارجها من بعد غادي تستعملها تخويها من هات 380 أورو اللي غايدروا لك فيها وصافي هات 380 أورو تقدر تستعملها عند المحلة التجارية تشريبها أي حاجة بغيتي إلا جوج ديت الحويج ما تقدرش تشريبها القارو الله يعفو على الجميع وكذلك المشروبات الكحولية والله يعفو على المستهلكين ديال هاد المواد المهم إجمالا الكارتة يا إخوان غادي تتطلق في الأيام القادمة الشرط الواحد اللي كتشرط الحكومة ديال جورجا ميلوني هو أنه الناس اللي غا يستفدوا من هاد الإعانة لزي ديالهم خاص يكون قل من 15 ألف أورو زيادة على هذا ما خاصكش تكون تستفد من حتى شي إعانة من الدولة حتى شي إعانة ما تكونش تاخد دخل المواطنة ما تكونش تاخد لاناسبي لديزوكوباتسيوني ما تكونش تاخد لإدنتي تادي موبوليتا وما تكونش تاخد كذلك كالسي إنتاجراتسيوني رطابية الحاشي واحد غا يقولي يو ديانر عندي لاناسبي ولكن ركن ناخدش حاجة قليلة ما وصلش المئتين أورو رطابية الحال واختكو لاناسبي ديالك قليلة بزاف ما غا يكونش عندك الحق باش أنك تستفد من هاد الإعانة وحاجة أخرى اللي هي مهمة الدولة لهم خاصي إخوان وحد الصندوق لهاد العائلات ما كيعينيش أنه جاميع الناس اللي عندهم ليزي قل من خمسة ت Courtney سوافده البلدييات غا يوزعوا الحساب الناس اللي عندهم في البلدية ديالهم على الحساب الاحتياج للهد العائلات جدا وعلى الحساب إنش حال dire يعني هذا اللاكارد يعني را ما غا يقدروش يغطيه جاميع العائلة الثالي اللي عندهم ليزي قل من خمسة ت feeds غايتم مغادن على الحساب ليزي هو غابي يطالع وهذا الشيء لا تكون فيه الزبونية والسين داكو راكي عرف لانه اللي اعطى اللائحة هي ليمبس ليمبس يا اخوان خدمات على اللائحة لهذه الناس صيفتات الكارتات الى البوسطة وصيفتات النوامر ديال الكارتات والاسماء ديال المسافدين الى البلدية وهم غايتكلفوا يعني راكيش فيه يا اخوان اتشي زا ماكين هادراها لسين داكو عدنا عنصوري ولا شي حاجة كنقول هاد الشيء اخوان عير باش مشبقى الشوكوك حول هاد المساعدة فهذا الفقره يا اخوان غدينا نتكلموا على القانون ديال الجنسي الإيطالي وبالتحديد القانون اللي يدي الشباب الإمكان هي انهم يحصلوا على الجنسية من اللي يكملوا 18 عام نتكلمون بطبيعة حال على الأطفال اللي تزادوا في الثاليين وتضوزوا 18 عام بالطبيعة الحال كانت يحترموا في بعض الشروط ومن بين الشروط الليıybullاء ما يرتكزواishi هو انها تكون عندهم يا اخوان القاتلة مستمرة غير متقطعة وطبيعة الحال غني شو دقة دقة لانه الموضوع ما ranging توصنع فيه لأنه فيه الجديد حيث ستقول يوسفين هات الشي عارفينه ولكن لكن هو انه في الشهر اللي ذازي اخوان شهر ستا بالتحديد هاد الماقلي اخوان شهر نهار ثلاثي في شهر ستا كيتكلم على واحد القادية دي الواحد الشاب اللي كملات 18 عام في ايطاليا ولكن مني مشت البلدية باش تاخد الجنسية ارفضوا لي هالطلب علاش لانه ما عندهاش اخوان جوج دي المسائل لمسألة الاولى ما عنداش الاقامة ما عنداش لاريزيدانسة في هذيك البلدية وكنتكلموا على البلدية دي الروما وتاني حاجة ما عنداش واحد البرميسو دي الصدجورنو اللي هو يفاليدو يعني هذيك الشابة كأنها حارقة ليه كيني اخوان كيف ما غيرتشوفوا معايا خرج الحكم القدائي من المحكمة دي الروما هذا هو الحكم كيف ما كنتشوفوا معايا في ربعات الصفحات ولا خمسة طبية الحال اشنو تقول هاد الحكم هاد الحكم يا اخوان بخلاصة العبارة اعطال الحق للفاتات وخاما عندكش البرميسو دي الصدجورنو ممكن انك يتخذي جنسية لانه البرميسو دي الصدجورنو فهذا الحالة ماشي شرط من بين الشروط زيادة على هذا فيما يتعلق بالريزيدانسة اللي كيتكلم عليه القانون وهنا كنتكلموا يا اخوان على تفسير دي المحكمة ودي القادي قال ليهم الاقامة والريزيدانسة ماشي هي الاقامة اللي كتكون في المكتب دي اللاناغرافي دي البلدية الاقامة كيعني وبا هي التواجد في التراب الايطالي ولذلك يكفي اي حاجة لتبث بالله انه ذاك الشاب دوز 18 عام في ايطاليا وخاما تكون شرط زيادة في الحالة دي لها الدرية بينات لهم بل انه دوزة المدارس كاملين من الابتداء مرورا بالاعداد ونهاية في المدارس التانوية ولذلك في الاخر يا اخوان القادي اعطاها الحق وحاجة اللي بغيت نذكرها لكم يا اخوان في هذا الحكم القضائي هو انه الدولة بغدر لها العصاف الروايدة هذه الخدمة يا اخوان دي الوزارة الداخلية ووزارة الداخلية مني شافت القضية وصلت للمحكمة درية اشنو دارت حيث قالوا لما عندك برميسو دي الصجورنو مشت دارت طالب احترازي باش حصل على برميسو دي الصجورنو دخلات وزارة الداخلية قلت لي احنا مش نسونا الكويسورة دي المدينة روما وقالوني نبلأنه الدرية مني كانت مينور مني كانت قاسر ما دارتش واحد الطالب دي البرميسو دي الصجورنو لسبب عائلي وثانيا عنده صوابق يعني وخا كانت صغيرة ربما كانوا في هالمشاكيل عنده صوابق والية هادا ما غاديش يتعطاها هاداك برميسو دي طلبت ومع ذلك وكل شي هاد المشاكيل تعطاتها يا إخوان الجنسية الإيطالية نمشي معاكم أكثر يا إخوان لأنه باش تعرفوا القوانين أنا كسبت الجنسية في السن دي الـ 18 عام طلع لي هاد المعقال يا إخوان اللي هو دي البلدية دي الميراندولا يعني كتواجدي إخوان على ما أظن في البروفينشا دي الموضينة ولكن اللي كيهمنا هو أنه موقعي إخوان دي البلدية ورسمي كيقول بلا أنه الجنسية كتتعطا إلى الواحد داد هنا في إيطاليا وصلت السن دي الـ 18 عام وحتاطه معايا في هاد النقطة كيقول لك الستشور الأخيرة قبل ما هاداك الدر يوصل الـ 18 يعني منك يدير 17 ونص البلدية ملزمة على أنها ترسل لي وحد لبرا كتقول يشوف أفلان من الدر 18 رأي عندك إمكانية في هاداك العام يعني من 18 قبل ما تدخل 19 عندك إمكانية أنك تدير طالب دي الجنسية الإيطالية ولكن إلا ما توصلش بهذا الرسالة من العد البلدية كتكون عنده الإمكانية دي أنه يدفع الطالب حتى في السن دي الـ 19 عام هاد الشيء إلا تبين بلا أنه البلدية مرسلاتوش يعني الناس اللي تعطلات مثلا وفات الحال وحاجة أخرى اللي هي مهنة كيأكدوا عليها تيقولوا بلا أنه إلاء هاداك الطفل ما كانش عنده ريزيدانسة مصامرة وقدار يسبس بلا أنه المشكل مثلا كنف الموظفين دي البلدية اللي ما سجلوش أو أنه المشكل كنف الوالدين اللي ما قادروش يدروا ليها الرسيدانسة فهذا الحالة برك عليه عير شرتيفيكاته دي الوحد الطبيب يعني شرتيفيكات دي الطبيب أو كذلك النتائج دي المدرسة اللي تبرهم بلا أنه راها كنف التراب الإيطالي نجيو السؤال لك يسولون عليه بزاف ديات الناس سوفيان أنا راه ولداتي تزادوا في إيطاليا ودوزوا واحد ست سنين خمس سنين ورجعتهم لمغرب سكنو فيه لمدة ثلث سنين عشر سنين كل واحد شحال ولكن دري دبع عنده 18 ولا البنت عنده 18 وش ممكن أنهم ياخذوا الجنسية الإيطالية هنا المشكلة يا إخوة اللي كينه هو النوع لحسب الحالات كينبعد الحالات اللي رجعوا لمغرب سكنو فيه خمس سنين ست سنين ومع ذلك الأبناء قدروا أنهم ياخذوا الجنسية علاش لأنه مثلا سيد عنده ضارف الطاليان عنده فيها الرسيدانسة وخرج على المغرب لم تقطعتش الرسيدانسة السيد حتافض على الرسيدانسة لأبناء ذياله لمدة 18 عام الكموني معاقبت تشي حاجة غيبش دير الطالب ما كينت تشي مشكل المشكل فين كين المشكل هو أنه إلى الواحد تقطعت لي الرسيدانسة وهو متواجد في المغرب هنا ما كينش عندك كيفاش تدير وتبرهن بالله أنه هدك الطفل متواجد في إيطاليا ما عندوش نتائج للمدرسة والرسيدانسة تقطعت ولذلك ستلقى راسك في واحد المأزق وما ستلقاش الحل وما ينفعك المحامي وما ينفعك تشي محكامة بطبيعة حال هاد الشاب اللي تكلم عليها أراه وخما عنده شردانسة ولكن راه كانت ساكنة وقد راه تتبت بلا أنه وراها ساكنة وهاد المشكل راه عاد بزردية الناس وتكلم عليها سابقا وكنقولوا بلا أنه إذا كان عندك واحد المحامي ممتاز كنت تكلم علي الناس الأخرين بعيدا على الجنسية اللي كنت تعطال 18 عام فارغ ديال الشهر شهرين عام اللي ما فيش ريزيدانسة أو أنه جمعي إخوان عشر سنين ديال ريزيدانسة يعني عشر سنين ديال إقامة في الطاليان قالص في الطاليان ولكن عير ست سنين ديال ريزيدانسة لأنه ربع سنين اللولة ما كانش عنده فهذه كربع سنين اللولة لكنتي خداموا البوستفاقات أراه بمساعدة ديال المحامي تقدر تاخذ الجنسية الواحد عير يسوول على راسه والواحد يحتاط يبشي عدش محامي خابير في القوانين ديال الهجرة المحاميين يسوولتهم على شي حاجة وهذا ميساج كان بغين نوصل لجميع الناس لأنه مؤخرا كان توصل بزاف ديال المكالمات ديال الناس اللي كتشكم المحاميين تقولك أو ديال المحامي قال لي القضية ديالك مربوحة وداب المحكمة حكمت عليها باش أنني نخلص النفقات ديال المحكمة كاملة ديالي أنا وديال الخصم ديالي يعني كيحكموا عنين بـ 20-15 ألف أورو المحامي إخوان ما غي يجريش على رزقه المحامي مني كتبشي عنده تيقولك لابد هذه القضية مربوحة وحتى لك أنت صعيبة يقولك فيها خير لا راه نقدره نديره كذا وكذا ونقدره نديره هاد المحاولة وكيبيين لك الأمور مزيانة العكس إلا مشيت إنت عنده بغي تدفع على راسك يعني إلا كنت إنتاني بغي تدعي كيبيين لك الأمور زوينة وكل الشي غادي تربحه إلا كنت إنتي غادي عنده باش تدفع على راسك لأنه شي واحد داعيك غاي بيين لك الأمور صعبة ولكن عنده واحد الحل اللي هو يقادر عليه وطبي يتحلي إخوان شو هيك يبغيوا يلعبوه على النفس اللي حقت الشي صعيب اللي راه القديد يلك صعيبة باش يقدروا يأخذوا فلوس أكثر هاد الشي اللي فهمت من خلال التجربة وراه ما شك نعمم جميع المحاميين راكين اللي نازيه وكيني إخوان لك يخدم بنا زاهر وما فيش هاد القوالب احنا ما غاديش نعمموني هائيا كيف ما أنه ما عمرني ما عممت على أي ميدا كل دومين فيه الناس الزوينين والخيبين يعني ما تبقوش دائما ورا المحاميين حتا عطو صافي هاد الشي اللي قدر نقول لكم على حساب التجارب ديات الناس اللي كتعيت لي مؤخرا فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا للزيارة اللي قام بها الوازير ديال الخارجي المغربي وكذلك الوازير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج سيد ناصر بوريطا إلى مدينة روما البارح كان في روما من أجل واحد الاتفاق وواحد الشراكة اللي كينما بين إيطاليا والمغرب وكان في الاستقبال دياله الوازير ديال الخارجية ونائب رئيسة الحكومة جورجا ميلوني سيد طياني بطبيط حلغان تكلموا على هات الشراكة أشنو كان فيها وأهم الأشياء ولكن قبل غنوريكم الصور إخوان ديال هاد اللقاء اللي كان هنا البيعتة المغربية وهنا الجانب الإيطالي هنا بطبيط حلغان كيف ما غتشوفوا الصور أخرى وفيديو ديال اللحظات الأخيرة فهذا الزيارة طياني كي ودعي إخوان الوازير بوريطا اللي كيقولي بون فوياج بالفرنسية يعني رحلة سعيدة وهناي إخوان غنوريكم اللحظات ديال الإمضاء على هاد اتفاقية كيف ما كتشوف اتفاقية اللي هي شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد قائمة بين المغرب وإيطاليا وكيف ما قال الوازير الإيطالي طياني بلا أنه المغرب هو واحد الحالي في استراتيجي لإيطاليا فيما يتعلق بالأبن في البحر الأبيض المتوسط اللي خاصنا نشغلو معاه باش نضمنوا الاستقرار في المنطقة ناهيك على هذا هاد اتفاقية كيف ما قلنا فيها بزاف إخوان ديالأبعاد من بينها أبعاد سياسية اقتصادية طاقية على الأمن ثقافة الهجرة وكذلك إخوان الخدمات القنصلية والأهم من هاد الشي كامل هو أنه في هاد الاتفاق اللي مضوا عليها واللي شفتوا الصور ديال هاي إخوان الجانب الإيطالي كيأكد على حاجة اللي هي مهمة هو أنه إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات مصداقية المبدولة من الطرف المغربي في فك النزاع ديال الصحراء المغربية يعني إيطاليا تنضم إلى الدول الأوروبية اللي كتدعم يا إخوان المغرب في الحل المقدم في الأمم المتحدة باش يحل المشكل ديال الصحراء وهكذا كتكون إيطاليا وجهات واحد ضربة قادية إلى النظام ديال الكابرانات الجزائري نظام اللي حاول أنه يغري إيطاليا بأشياء كثيرة باش يضمنها إخوان كحاليف وحيد الجزائر وما تتحالف معتش دولة أخرى في شمال إفريقيا وبالتحديد المغرب ولكن إيطاليا إخوان كتشوف المصالح ديالها وما يمكنش لها أنها تسمح في واحد حالي في استراتيجي كالمغرب رطابية حال إيطاليا دائما في هذا الاتفاق ومكتوب هات شي إخوان حرفيا من لأنها كتدعم الجهود ديال الأمين عام للأمم المتحدة من أجل التواصل إلى حل سياسي عادل واقعي ومستدام في هات النزاع اللي كاني إخوان على الصحراء المغربية رطابية الحال أنا ما غاديش نتكلمي إخوان على هات النزاع والضربة الموجعة اللي تلقى هات النظام ديال الكابرانات وكنم بغين نسطر على واحد الحاجة المهمة لمغاربة وكندون جميع المغاربة ما عندهم تشي مشكل مع الشعب الجزائري الشقيق الشعوب ما بينات يا إخوان را كنت تكن الموعلاء الشعوب من ناحية ديالة اللهجة وأشياء كتيرة في التقافة كنتشاركوها احنا المشكل اللي عندنا كمغاربة راه مع الكابرانات مع الناس اللي حاكم الجزائر ومع الجنرالات ديالها بطبيق حالي إخوان شيء اللي هو مهم تقدم كابير ديال الملف ديال الصحراء المغربية والحاجة اللي ما غاديش نسى هو أنه أثناء هات الزيارة اللي كانت في مدينة روما كاني إخوان الائتلاف الجمعوي بإيطاليا لقدمي إخوان واحد مناشد إلى الوزير بوريطة من نيجا ما قدروش أنهم يتلاقوا معاه مباشرة ولكن عن طريق الصحفيين اللي كانوا إخوان رافقوا لبيعتها المغربية كانوا صحفيين جاي من المغرب عن طريقة الصحفيين تعطات هذه الرسالة للصحفيين والصحفيين غا يوصلوها الوزير بوريطة وكنتمنى أنه يدخل هاد المناشدة رها على البرميات البرميات ديال سنة 2020 اللي ما كيتمش تبدال ديالهم حاليا وللاتفاق ما بين إيطاليا والمغرب وصل المراحل الأخيرة ولكن نقصه واحد الخطوة لشي واحد ما كيقومش بها معرفناش حنوش مسؤولين في السفارة ولا مسؤولين في الوزارة المهم السيد حسين فتيح الناطق الرسمي باسم الاعتلاف الجمعوي مني التاصل مؤخرا هذي عشر أيام بالمسؤولين لإيطاليين في وزارة النقل قالوا لي إحنا يا مازال كنت سناو الجانب المغربي بشي سيفطلنا الوطائق الأخيرة كنت تكلموا يا إخوان على آخر خطوة خاصة الدار بش هذا الاتفاق يدخل حيث تنفيذ ولا كي شي واحد ما تيقومش بها ولذلك مني جا بوريطا إلى إيطاليا كانت مناسبة لهذا الإتلاف باش يفشيتها الرومة ويقدم لي هذا المناشد الله هذير شي شو دية الخير وصراحة نكلم بغين نحيي هذي الناس يا إخوان ديال الإتلاف الجمعوي أراك نتكلموا على بزاف ديال الجمعيات المغربية التي نفطت طاليا لذاخل تحتو واللي كتدير جهة ديالها كامل باش الموشكل ديال بيرميد تفتح وعير باش نبقاوي في هذه الصدمة ديال النظام الجزائري يعني نظن أنه بزافية الناس شايف الفيديو ديال تبون يا إخوان الرئيس الحالي لكي يتكلم بطريقة غير مباشرة على صناعات السيارات من السلوب بعض الصحفيين يعني كتكون أسئلة دايج يا إخوان بروغرامية قالوا لي صناعة السيارات وهو قال لهم أراه ما يمكنش أنك تبدأ تنفوخ عير في البنوات وتقول راني كنصناع السيارات كان كيتكلم على المغرب وتيقول بلا أنه المغرب ما عنده تشي حاج من دكشري تقول عليه ولكن يا إخوان اليوم الفيات اللي هي إيطالية وخما بقعت إيطالية مئة في المئة كيف ما كانت سابقا ولكن فيات طبولينو اللي كانت شهرات يا إخوان مبعد الحرب العالمية الثانية كانت يا إخوان الموضي المشهور ده ستصنع عير إلكترونية يعني كتبش عير بالباتري هي رأة صغيرة وغادي تصنع في المغرب يعني ما غادي تصنعش في دول أخرى ولكن غادي تصنع في المغرب وكيف ما كتشوف هنا إخوان صحاف يميني لي ما عاجبوش الحال مش علاقة بالجزائر ولكن ما عاجبوش الحال علاش وحد الشركة اللي هي إيطالية كتبش تصنع خارج إيطالية وبالتحديد في المغرب وفي بولونيا في حين أنه منك تحتاج الفلوس والمساعدات كتجي عن الدولة الإيطالية كيف مدرت في المرحلة الكوفيد رطابية حال يعني من حقه أنه يدير هاد الكريتيك للشركة اللي كتتعتبر إيطالية ولكن كنم غير نقول لكم بلا أنه شركة اللي هي معروفة هي ستيلانتيز داخلة في إخوة بيجو داخلة في الفيات غتبدأ تصنع فيات طوبولينو في المغرب وغادي تكون سيارة كهربائية فهذا الفقر يا إخوان غدر رجعو نتكلم على الوصية لسيل فيبر مغربية 30 مليون ديال الأورو رطبي الحال أول حاجة اللي خصكم تعرفوا هو أنه سيلفيو برلوسكوني كث ما شرحنا البارح أعطى لأبناء ديالو وما وزعش عليهم لورث ديالو بالتساوي يعني كين بعض الأبناء اللي عطاهم كتر من الأخرين وكنت كلم على جوج للأبناء اللي زيد من الزوجة الأولى برسيلفيو ومارينا لإعطاهم بزاف باش يبقوا محكم في الشركة اللي هي كبيرة لضعم الاستقرار ديالها والاستمرار ديالها ولذلك كن وزع عليهم بالتساوي كانوا الأبناء من الزوجة التانية غتولي عندهم الأغلبية في الشركة وربما كانت الأوراق ديالها غادي تبعت وما غادي تبقى غادي مزيان ولذلك الأورو تقريبا 230 مليار مغربية قال ليهم وزعوها على ثلاثة ديال الناس شكونا هما الأول تعطاته 100 مليون ديال الأورو 100 مليار اللي هو الأخ دياله ثاني هي الرافقة دياله لرافقاته حتى الآخر الأيام اللي عاش واللي هي مارتة فاشنة تعطاتها يا إخوان 100 مليار 100 مليون ديال الأورو والثالث هو اللي عليه البوليميك اليوم هو السياسي ديال لوتري هال ديال لوتري تعطاته 30 مليون ديال الأورو 30 مليار مغربية وكينا بوليميك كبيرة بزاف علاش لأنه ديال لوتري وسمعوا الغرابة يا إخوان ديال إيطاليا أنا مني كتسمع أخبار من هاد النوع ما كتفهمها كلها ديال لوتري سياسي قارب من سيلفي برلوسكوني صديق عزيز عليه بزاف وكي لقبوه بالبراتشو داسترو ديال سيلفي برلوسكوني اليد اليوم دياله يعني كان واقف بجنبه دائما وتمت الإدانة دياله ماشي من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بل من المحكمة ديال النقد أعلى درجة ديال القضاء الإيطالي بسبب العلاقة اللي كانت عنده مع المافيا ديال كوزا نوسترا اللي كانت في باليرمو في سيشيليا يعني كانت عنده علاقة كبيرة مع المافيا ولكن العلاقة اللي كانت عنده كانت وهذا شي كي يقوله المحاكم من أجل تنسيق العلاقات اللي كانت عند سيلفي برلوسكوني مع المافيا يعني سيلفي برلوسكوني كان كي يستعمل ديال لوتري باش يكون بحل الصمصار ما بينه ما بين المافيا علاش باش المافيا تعاونوا من ناحية السياسية وتعاونوا كذلك في الاستثمارات دياله وفي الفلوس اللي عنده يعني في السؤال؟ أ vergeواناته باللخهة في سجن س否 يفكر الحكم من البجار سيكون من المحكم mayo ستصبح هذا الحكم موضوع وفي 2014 مني غيخرج الحكم دي المحكمة النقد غيكون هوايا ساكن وعيش في ليبيا هربان تماية ولكن ليبيا بحكم انه كانت عنده علاقات مزيانة مع ايطاليا كانت عنده اتفاقيات وغادي ترجعوا يا اخوة الطاليان وغايدوز ست سنوات في السجن وعام فلدو ميشيلياري يعني الغرابة في الامر في هات الشي كاملة شنو هي يا هو انه دلوتري تمت الاذانة دياله لانه كان واسيط ما بين سيلفي برلوسكوني والمافيا ولكن سيلفي برلوسكوني ما عمره ما تمت الاذانة دياله على حساب المافيا يعني دائما كان يخرج براءة ولذلك كينا غرابة في الموضوع ولاش انا غادي نتحاكم لانني كنت واسيط وهذاك السيد اللي توسط ليه ما عمره ما تمت الاذانة دياله من المحاكمة الايطالية دائما يخرجوا براءة ولذلك كيف مكت عنوان صحيفة لا ريبوبليكا كتقول لك الصمت يساوي الدهب يعني الصمت ديال ديلوتري اثناء المحاكمات واثناء هات الجلسات اللي دازت في المحكمة راي عنده الوزن دياله تعطاته 30 مليون ديال الاورو باش يحافظ على الاسرار حتى من بعد الوافاة ديال سيلفي برلوسكوني ديال لوتري مني تكلمت معه صحيفة الكوريا لدى السيارة قال لي واش كان فراسك هاتشي قال لي ما كانش فراسي نهائيا انه كاتب ليش حاجة في الوصية دياله انا فاجعني هاتشي واثر فيه بزاف وكيف ما قالوا بزاف ديال التعاليق حتى احنا كن وردنا شي حاجة كنا غن تطره بزاف بطبيق الحال ديال لوتري مني سوله اخر مرة تلاقيت مع سيلفي برلوسكوني قال لي اخر مرة تلاقيت معه كانت ايام قليلة على الوافاة دياله مشي تدرت لي الزيارة والكلام اللي كان عدنا على السياسة وعلى الحزب فورصة ايطاليا كان كيقول لي يا انت يا ديال لوتري خصك تولي تختار الناس للرشحوهم في الحزب وانا كتكن قول لي سيلفيو انا رايبعدت على السياسة ومع ذلك كان كيلح عليا وكان يصر انا نقوم بهذا المهمة وانا حيث الحالة الصحية دياله صعبة كتكن دير لي خاطر وانا نقول لي صافي الانتخابات الجاية انا اللي غادي نتكلف بطبيعة الحلقة اللي ممكناش كنظن انه غادي توفى في هذه الايام ولكن ماكتش كنظن كذلك انه غادي خليليا هاد الفلوس كاملة هو يا اخوان ديال لوتري راه لا باسع لي مشيش واحد اللي هو محتاج لاشي حاجة ارا كنتكلموا على مليونير ايطالي ولكن هات 30 مليار اللي غادي تزادوا ارا غادي يعجبوا الحال